بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يا كنوا ويتمتعوا ويلهيهم لمن فزوا فيعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إمام غريب إننا نحن نزلنا الذكر إنا له نحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في الشيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهذئون كذلك نسلكه في قلوب المجنمين لا يؤمنون به وقد خلت صنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها روافيا وأنبتنا فيها من كل شيء موثور وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برافقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كنوه وما أنتم له بخاذين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرون إنه حكيم عليم ولقل خلق للإنسان من صلصال من حمأ مثلون والجام خلقناه من قبل من نار السمور وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مثلون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجبين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أما أن يكون مع الساجبين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجبين قال لما كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مثلون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنوذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموظلين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينن أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك أن الغارين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون تدخلوها بسلام آمنين ونفعنا ما في صدودهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصف وما هم منها بنخرجين نبئ عبادي أن يأذى الرفض الرحيم وأن عذابه هو العذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنها منكم وجلون قالوا لا توجرنا نبشرك بغنام عليم قال أبشرتوني على أن مسني الجبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم نجرين إلا آل نوط إنا لمنجوه أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط من المرسلون قال إنكم قوم كرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل وانتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظوا حيث تومون وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ لَمُرْأَنَّ بَا بِلَهَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَذِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تحذرون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعموك إنهم لفي سكرتهم يعملون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحذر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال أولو تنامين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات ولا الضرما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيه فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النبي المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنه أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهدئين الذين يجعلون مع الله إله ناخر فثوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر